اشتركوا في القناة الـ X لهذا الطرف صار عندي إذن X بساوي 80 الآن عرفنا أنه X بساوي 80 لكن هو بده D A B إذن D A B بده هذه الزاوية كاملة هذه الزاوية 2 ضرب 80 يعني 160 راحشة إذن 150 درجة معناة الجواب هو A السؤال الثالث نحن بنعرف كل زاويتين متجاورتين متكاملتين يعني 2X مع 4X صار 6X بساوي 180 درجة أسهم على 6 إذن X بيطلع 30 درجة طب هو بده D A B إذن D A B يعني بده الزاوية 2X إذن 2 ضرب 30 قياسه 60 درجة فالجواب هو B السؤال الرابع أيضاً كل زاويتين متقابلتين متساويتين 3X ناقص 10 بساوي 2X زائد 20 فإذن X بيطلع عندي 30 هو بده D A B إذن D A B بده هذه الزاوية الآن X 30 2 ضرب 30 60 60 20 إذن هذه الزاوية هون عندي 80 معناة مكملة هون قياسه 100 درجة فالجواب هو D السؤال الخامس لو سميت هاي الزاوية X هون أيضاً X Y أيضاً Y لاحظ أنا عندي هون نحن قلنا في عندي هذا الشكل سميناه مثل صندوق مفلوح أو قاعدة O كرال إذن 2X زائد 2Y بيساوي 180 فمعناتها X زائد Y بيطلع 90 درجة هلأ بتحب داخل المسلس تقول هدول 90 إذن صفة هون 90 أو فيك تقول في عندي قاعدة 100 كرال لاحظ هون قاعدة M إذن الزاوية ألفة هي عبارة عن X زائد Y من X إلى اليمين والY إلى اليمين معناة الألفة إلى اليسار فقياسه 90 درجة فالجواب هو D السؤال الخامس لاحظ J B يساوي A D إذن فيني أحط نفس الإشارة كل زاويتين متقابلتين متساويتين إذن هون عندي 70 المسلس A D A متساوي ساقين إذن هون أيضا عندي 70 70 و 70 و 140 تبقى لزاوية الرأس 40 درجة جواب A السؤال السابع لاحظ D J لازم يساوي A B إذن راح أضع نفس الإشارات هون في عندي أيضا قاعدة Z كرول انتبه إلى هذا الزيت فبالأعلى عندي زاوية 40 درجة المسلس A B A متساوي ساقين زاويت رأسه 40 تبقى 140 لزاويتين القاعدة يعني عندي 70 بأيضا هون 70 درجة انتبه لي في المسلس A D A هذا المسلس تعتبر الزاوية 70 هاي هي زاوية خارجية بتساوي 20 زائد الألفة فإذن الألفة لابد أنه تكون 50 درجة الجواب J السؤال الثامن لازم A D يساوي B J فحطيت إشارة لاحظ كل الأضلاع صاروا متساوين إذن هذا المسلس متساوي الأضلاع فقياس زواياه كله 60 الزاوية B لازم تساوي الزاوية ألفة لكونهم زاويتين متقابلتين معنى الجواب D السؤال التاسع لاحظ A D يساوي A A الشر اللي عليهم B A يساوي D J لاحظ B A يساوي D J لكن هيك ما بس تفيد منه نلاحظ D J أنا عندي هو يساوي أيضا A B فهون صار عندي A B A متساوي الساقين زاويت رأسه 40 تبقى 140 يعني عندي 70 وأيضا هون عندي 70 درجة أنا هنا في عندي قاعدة Z انتبه بالشكل التالي فإذن هون قياس هذه الزاوية 40 درجة هلا 40 و 70 110 تبقى هون 70 معنى هذا أيضا هون عندي 70 هذا متساوي ساقين تبقى لزاوية الرأس 40 درجة الجواب B السؤال العاشر الضلعين B J و A D لازم متساويا فإذن 2X ناقص 2 لازم يساوي X زائد 7 نقلنا الـ X له الجهة إذن صار الـ X 9 طيب قون الـ X 9 معتها 4 ضر 9 36 36 راح 5 يعني 31 فإذن D J أقدر هو 31 جوابه J السؤال إذا عشان بيقل لي B A طوله X زائد 5 و D A 2X ناقص 1 عم بيطلب طول B D كاملا طيب نحن بنعرف أنه قطره متناصفا يعني هذا الطول B A بيساوي طول A D فإذن 2X ناقص 1 يساوي X زائد 5 من أنه X له الجهة جبنا الـ 1 إذن X 6 فصار عندي 6 و 5 صار هون 11 وهون أيضا 11 معنات الطول الكلي 22 جواب A السؤال 12 قلنا قطره متناصفا يعني B A يساوي A D أيضا في هون عندي قاعدة Z كرالة بالشكل التالي فإذن أنا عندي قياس هذه الزاوية 40 درجة هذا مثلث متساوي الساقين A D F إذن عندي زاوية رأسه 40 تبقى 140 يعني 70 ب 70 أيضا أنا هون في عندي قاعدة Z كرالة إذن لابد أنه هون الزاوية ألفة انتبه لي في المثلث F J A هذا المثلث تعتبر الزاوية 70 فيه زاوية خارجية إذن بتساوي قياس الزاويتين الداخليتين هاي السبعين عن بأصد إذن هون لابد أنه الألفة تكون 50 درجة فجوابه هو D السؤال 13 أنا عندي قطره متناصفان إذن DA يساوي AB وضعت نفس الإشارة في عندك قاعدة Z كرالة بهذا الشكل إذن الزاوية هون 42 مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه 42 تبقى لزاوية تي القاعدة 138 138 معتها نصة موجودة هون والنصة الآخر موجودة هون نصة بيطلع 69 إذن هون عندي 69 الزاوية ألفة مكملة 69 للـ 180 يعني 111 فالجواب هو B السؤال 14 انتبه نحن كل زاويتين متجاورتين متكاملتين معتها هون عندك 80 إذن أيضا هون 80 المثلث ADM تساوي ساقين إذن هون عندي 80 80 و 80 160 تبقى 20 لزاوية الرأس نفس الإسلوب BFA متساوي ساقين هون عندي 80 80 و 160 ضل عندي 20 هلأ هاي الزاوية يفترض كل ياتها تكون 100 مثل الزاوية المقابلة إذا عندي 20 و 20 أربعين إذن بيكملها 60 درجة فالجواب هو B السؤال 15 لازم الزاوية B يكون قياسها 80 لأنه كل زاويتين متقابلتين متساويتين لاحظ هون صار عندك هذا الشكل قاعدة شالفار اللي بتقول قياس الزاوية الداخلية بيساوي قياس الزاوية الخارجية أنا عندي 10 و 40 صاروا 50 قديش لازم حتى يصيروا 80 بدي 30 درجة فألفة 30 جوابه إيه السؤال الأخير لاحظ عن بيقول لي A A يساوي D G إذن A A يساوي D G بما أنه D G يساوي A B إذن بإمكاني أن أضع نفس الإشارة مثلث A B A متساوي الساقين زاوية 23 تبقى 160 إذن هون عندي 80 هون أيضا عندي 80 هلأ مكملة الـ 80 هي 100 فنصف هون 50 والنصف الآخر أيضا 50 هلأ شو صار عندك صار عندك هوني قاعدة 100 كرة لاحظ بدأنا من الموازي مائل أول مائل تاني للموازي الآخر يفترض أنه قياس الزاوية المتجهة إلى اليمين العشرين مع الألفة لازم يساوي 50 فلابد أنه الألفة هي 30 درجة الجواب A بهيك شباب بيكونوا صنع نهاية هذا المقطع بتمنى تكونوا استفدتم شكرا كتير لإصلاقكم ترجمة نانسي قنقر